قبل ثلاثة أيام من الجولة الأولى من الاتخابات الرئاسية تواجه الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو مع خصمه الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مساء أمس في منظرة تلفزيونية حامية الوطيس يأتي هذا في وقت حافظ الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على تقدمه في نواية التصويت بفارق 14 نقطة على الرئيس المنتهية ولايته جاير بولسونارو ما يبقي على آماله في الفوز بالانتخابات من الجولة الأولى الأحد وفق استطلاع نشر أمسا